بيان الوقفة الاحتجاجية الأولى لأعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز الذين لم يتم تسوية أوضاعهم المالية منذ أربع سنوات لأكثر من أربع سنوات تعمل هيئة تدريس جامعة تعز براتب موفد لا يتجاوز أقله أربعين ألف ريال نود إحاطتكم علما بأن وزارة المالية في عدن ممثلة بنائب الوزير مستمرة في تجاهل معاناتنا وعدم البت في تسوية أوضاعنا أسوة بزملائنا في جامعة عدن وحضر موت مع أن معاملتنا قد مر عليها أكثر من عام هناك مطالبات كثيرة ومراسلات تأرجحت بين الدوائر الرسمية وأرجعت معها آمالهم بتحسن وضعهم لكنها لم تعد حقا أو تنصف مظلوما حتى أعيتهم الحيلة فخرجوا إلى الشارع وتلوا البيان الأول وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية أكد خلالها أعضاء هيئة التدريس استمرارهم في الإضراب في حال استمرار وزارة المالية وقيادة الجامعة في تجاهل مطالبهم قيادة جامعة بالقيام بمهمة الأخلاقية والقانونية في متابعة القيادة المعنية واعتماد شخص من زملائنا ليكون في الفريق المتابع لدى جامعة عدن على نفقة الجامعة ونطالب أيضا قيادة الجامعة أن تقوم في التواصل مع المعنين في الرئيس الوزراء ووزير المالية لسرعة البت في موضوعنا أسوة بزملائنا في جامعة عدن وجامعة حضر موت يقولون إن وزارة المالية بعدن هو الممثلة بنائب الوزير مستمرة في تجاهل معاناتهم وعدم البت في تسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في جامعتين عدن وحضر موت مع أن معاملتهم قد مر عليها أكثر من عام تقريبا ورغم الوعود التي لاقوها إلا أنها ذهبت دون تحقيق شيء منها خمس سنوات بدون تسوية يعني بنص راتب معيد يشتغلوا يعني هلش الدكاتر هذوم أنهم يشتغلوا يعني بالطاقة الشمسية ولا كيف إذا كنا نشتي الجامعة هذه نتستمر فمعانا تقريبا حدودا ما بحدوده 60 عضو هي التدريس بدون تسوية نناشد الحكومة بحل مشكلة خمس حقيقة يعني الجانب جانب إنساني أخلاقي يعني مش ممكن أنهم عادي أنهم يشتغلوا أكثر من كذا قرابة 60 عضوا في هيئة التدريس بجامعة تعز يعيشون أوضاعا صعبة وتزداد سوءا في ظل سلطة تصبح جزءا من المشكلة عوضا عن حل المشكلات ومعالجتها